السلام عليكم. سولتي على العاطفة الحسد. اليوم سوف نذهب على العاطفة الحسد. كيف تتعامل مع هذه العاطفة هذه؟ هذه العاطفة الحسد تتضرك أكثر من تتضر الأخر المحسود. تتضر الحسد أكثر من المحسود. الحسد هو اللي يحسب رأسه خايب ويستعمل مخدرات ولا يدير شراب ولا يدير كاريتا ولا شي حاجة. بشي يقدر التعامل هذه الطريقة الغير تقنية بشي يتعامل مع هذه العاطفة هذه الحسد. ولكن العاطفة الحسد يمكن أن يتعامل أهل واحد بحال كل عواطف تتخرج من الخوف والحب. والعاطفة الحسد من مشتقات الخوف يعني يجب أن يتعامل معها بالعاطفة الحب. أول حاجة الإنسان يمكن أن يدير من الجهة العاطفة الحسد هو أنه يقطع عليها يقطع عليها الليسانس ديالها. يقطع عليها الوقود ديالها. ما هو الوقود ديالها؟ هو الفكرة اللي جابتك الحسد. شوف هذه العاطفة ديالها اللي حسد أشنو تدير في الجسم ديالك؟ سدعينك؟ ولاحظ لاحظ هذه العاطفة حسد شنه هي؟ وش بعض العضلات مجموعين؟ تدروك؟ وش عاطفة في القلب؟ وش إحساس؟ شوف هذه الإحساس فين هو؟ لاحظها لاحظها. عندما تكون تلاحظ هذه الأحاسيس في البدن ديالك، لا تكون تخمم في الفكرة اللي جابتك هذه الفكرة ديال الحسد. يعني تتقطع عليها الوقود ديالها، تلقع عليها الليسانس ديالها. ثانياً، قل لراسك أنا تنحب راسي ومتافق مع راسي إن الحسد تجعلك تتكره نفسك وتتكره الناس. حب راسك وحب الناس، أولاً حب راسك. أنا تنحب راسي وقابل لراسي، تنحب راسي وقابل لراسي، قلها وعودها. ثانياً، هذا المحسود حبه. صعيبة شوية هذه ولكن قل يا فلان ولمجموعة هذه الناس تنحبكم وبغي لكم الخير. سنتمنى لكم كل خير في هذه الدنيا هذه. سنتمنى لكم تكونوا سعادة. هكذا لتتعامل مع الحسد وهذه ستغلبها وما بعد ستمشي هذا الحسد ستمشي وغير ترتاح نفسياً وغير تكون مرتاح وغير تلقى السعادة في الحياة ديالك.